موسيقى ناحية غير بعدها الوقائع كتتعرف بأنه في المغرب نحتبر بأنه كان خمسة دي مجموعات دي المواد غدائية خمسة اللي هي كانت سموها مواد استراتيجية حيوية اللي دايوغية اللي دخلت فيما سمي بالعرض المغربي للغاد في 1994 كانت تعرفوا ما أنه ممكن اتفاقية ديالغاد في 1994 كل البلد كان عندهم إمكانية بجل واحد العرض أي بواحد المجموعات المواد اللي اعتبر بأنه هذه ما تدخلش للمجال ديالتخلير مباشرة يكون مازال عنده واحد واحد النظام استثنائي هدو هما هدو الخمسة ديال المجموعات شنو هما عندك أولا الحبوب الحبوب بما فيها القمح والشعير الأخير الحبوب عندك ثانيا الزيوت عند زيوت نباتية الزيت ديال الزيتون بشي أخر عندك السكر السكر ثلاثة عندك الحليب والمشتقات دياله ربعة و عندك اللحوم البيضاء والحمراء خمسة إذن هادو مواد اللي ممكن الواحد يعتبر بأنه خص فيما يخصها هاد المواد يوصل الواحد المستوى ديال الاكتفاء الديتين اللي هو عالي إلى ما يمكنش يكون مئة في المئة و ده صحيح أنه صعيب الواحد يتصور بأنه الظروف ديال التربة و ديال المناخ و ديال يعطيه الإنجانية بش يدير مئة في المئة ما يمكنش الواحد يكون يكون اكتفاء ذاتي في المئة في المئة في كل ولكن على المحل هدف طموح انك بس الضمن اكتفاء ذاتي مقبول بالنسبة لهاد المواد طيب اليوم إلي شنا شنو هي هاد النسب ديال الاكتفاء الذاتي أو التبعية اللي بغتيه لأنه مئة في المئة إلا كان إلا عند اكتفاء ذاتي بستين هدف يعني بأن التبعية ربعية بالنسبة للحبوب أولا بعدها الحقيقة بحكم التقلبات بحكم المطارية بحكم المناخية بحكم الجفاف في الحقيقة المصار للإنتاج للحبوب هو متعطر جداً هو متقلب جداً لو كانت في الحقيقة اللي أخذينا ثلاثة السنوات تلاتة سنوات تلاتة مليون تلاتة مليون تلاتة مليون تلاتة مليون تابعية ثابتة بالنسبة لمايس الدرة لأنك تعرف ما تنسى الدرة رمشية الدرة هي الحمل فيض هي الدجاج تابعية ثابتة بالنسبة للحوم البيضاء لأنه تقول لنا بأنه عندنا اكتفاء بالنسبة للحوم البيضاء لأنه بالنسبة للحوم البيضاء مئة في المئة دير تابعية ثابتة بالنسبة للحوم البيضاء لا تتكلم عن الكباب الذي يتنقلون بالنسبة لأنه هذا الشيء ولكن الغوم البيضاء يدخل في المكلة الدواجين الأخيرة مستوردة مئة في المئة السكار السكار كلنا بعد طلعنا واحد ليامات هذا واحد الاكتفاء الداتي خمسة وخمسين وصنحته ستين في المئة وعودها بثنات ثلاثة وعبعين في المئة دابع حاليا قل نصف وصافيا نحن نصف واحد خمسين في المئة كل ما نقول لك بأنه منذ خمسين سنة لأن هذه خمسين سنة كنا نصف وادي خمسين سنة وحنا كان خمسين الحالية بالمشتقات كنا وصلنا لواحد المستوى دي الاكتفاء لا بأس به انت اللي نقول لك بأنه دابع معها الجفاف اللي دا ستستغام راح عود كنا نطوم بالنسبة للحوم هذا شيء غريب لأنه أيضا نقود كدجا بالنسبة للحوم اللحوم البيضاء كين التبعية بالنسبة للمدخلات ولكن دابع الآن الشي اللي عمرنا ما يدرنا اللي عمره ما كان كتسعرف بالنسبة للحوم الحمراء اللحوم الحمراء كتسعرفي أنه ما كنا كان المغربة ما كان ستوردوش كناش كان ستوردوش أنه دابع خستان عارفوه حتى بالنسبة لدك بعد الكميات اللي طفيفة كانت تستورد كانت تستورد دايما يجيء لتلبيات الحاجية الدفاع الوطني لكازاري أحد أربعة آلاف خمس آلاف طون دابع هتو ما كنتشوفوا بدين كانت تستوردو دوا هدو العام تقولوا بأنه نستوردو تلاتين ألف ديال اللي بقر من البرازيل لكن مش كلها من البرازيل من البلدان قربية أخرى إلى آخرة ولكن شيء غريب هدي شيء جديد هدي تبعية لأم جديدة بالنسبة لها طيب إذا هوا الطابلو تبعية قوية الزيوت 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 كتعب أنه إلي زولنا الزيت الزيتون لأنه نقول الزيت الزيتون ما شي هي المادة اللي كيستهلكو عن المغربة اللي كيستهلكو هو النباتية هاد الزيوت النباتية تبنيا وتسعين في المياة ديال التبعية كان جوجوش في المياة أي شيء أهم شيء صحيح أي خاتل كمو هنا يمكننا نقولوا بأنه حقيقة كل ما نستوردوه كل ما نستهلكوه نستوردوه يمكننا نقولوا بأنه وضعية تجاه الأمن الغدائي هي أصعب أصعب مما كانت عليها إذا ما وضعيا لا نحسد عليها ومع الأسف نحن كنشوفوه هنا ما شيء إذا هذا هو الوضع ده بس سؤال ديالك قتي هاد الأوجوه هادي هاد الأوجوه هادي فسنا نعرفوه بأنه في الحقيقة كان كيف قلت لك ما نستهلكوه كان جوز كبير منه كان نستوردوه وفي نفس النقص أنا نقول لك نحنا ما شيء تابعين غير بالنسبة للإستيراد ما تابعين أيضا بالنسبة للتصدير حتى الأشياء اللي كانت تصدرها نحنا في وضع ميزان قوى مع مرم لا تنسى هذه القضية ها قضية دائما في التجارة في كل شيء قضية ديال ميزان قوى ومشكل ديالنا شنوه هو أننا ما نستوردوه هي مواد استراتيجية حساسة أساسية لا تنسى على السعيد الدولي القمح السكار الزيوت ها هذه الأشياء على السعيد الدولي أساسية استراتيجية ما نصدرهم على الأسف شو نصدرهم؟ نصدرهم خضراءات الفواكه القيمة استراتيجية دياله ما يمكنش لوحد يعتبر بأنها عندهم قيمة بحلها إذن ها ما يبعت على واحد الميزان قوى وليما على الأسف مشي في صالحنا ناو كان استراتيجية حاوية عندها قيمة على السعيد الدولي كان استراتيجية اللي نمحها عندها أهمية ولكن تنوية إذن القدرة تفاوضية ديالنا تفاوضية ديالنا تضعف بحكم هاد البنية هادي يعني قلت كدامة لمشكي مين كان جون استراتيجية؟ ما 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 كيطلب من أحد شئ لرأي ديالنا كان استراتيجية بالأسعار الدولية مين كان تركون مرسافعة كان أكلوا العصاء وكان أخذوا الكلفة كيفة ولكن مين كان جون استراتيجية واهلي كان بالتفاوض باش تاخد شي حاجة وكان اعتبروا غالباً كان مدوزوا السنوات وحنا كان تتفاوضوا باش ناخدوا واحد واحد الأشياء اللي هي طفيفة جداً اتي أعطاك بعض الآلاف ديال الأطنان في ذلك الكوتا لأنه كي يلزم عليك مثلاً بحده في الدماتجة يلزم عليك كوتا كوتا فإذن كترجع طاقات ديالك تتفاوضية كلها كتمشي في أشياء اللي هي بسيطة جداً ومن كتاخدها كتكون تفرحان إلا خديتيها وفي المقابل ومن كتستورد ما كيش نقاش كتستورد بالشروط الدولية إذا هدي هي هدي تباعية اللي أنا كنشوفه مع الأسف هي ماشي غي تباعية بالمعنى ومن كتباعية عندها تفتخل دي سيركونسطانس أغرافانة استدقى في واحد الظروف اللي غير ماشي في صالحنا الظروف اللي كتكرس أنكر بلس التباعية تباعية ماشي غير كمياً ولكن أيضاً كيفياً نوعياً نوعياً نوعياً